اشتركوا في القناة ادل الله سيئاته حسنات وحفظه من كل سوء إن الأجواء هنا مختلفة حقا يا أبي الشمس ساطعة طوال اليوم أوليس هناك حدائق يا عمي؟ بالطبع هناك حدائق يا نادر بل وحدائق كثيرة إلا أن من اعتاد مثلي على أجواء الريف لا يستمتع كثيرا إلا بما اعتاد عليه في طفولته فالريف عندنا مختلف كثيرا عن الريف هناك عن أي شيء ستحكي لنا اليوم يا جدي وهل يحكي لكم جدي قصة كل يوم؟ نعم ففي كل يوم لنا قصة جديدة وعبرة هكذا اعتاد أن يفعل أبي معنا منذ أن كنا صغارا وما هي قصة اليوم؟ قصة اليوم عن ثلاثة رجال من بني إسرائيل ابتلاهم الله بأمر ليختبر صدق قلوبهم أراد الله أن يضرب للناس أمثاله فجعل في قصص الأولين العظة والعبرة ففي بني إسرائيل أرسل الله ملكا لثلاثة من المصابين في أبدانهم كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى فنزل الملك من السماء على هيئة رجل من بني إسرائيل ثم راح يسألهم عما يرجونه من الله عز وجل فأخذ كل واحد منهم يطلب ما اشتهته نفسه من فضل السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ فقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ لقد عيرني الناس وابتعدوا عني فلم يعد أحد منهم يقربني والله ما أردت إلا لون حسن وجلد حسن وأن يذهب الله عني وأن يذهب الله عني ذلك الذي قد بغض الناس فيه؟ الحمد لله الحمد لله على هذا العطاء العظيم لقد تغير لون جلدي لقد شفان الله هذا أولاً فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فأسأل الله أن يرزقني منه الخير الكثير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها وأنزل بركته عليها الحمد لله على هذا العطاء الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ لقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله لقد كرهت نظرات الناس لي واستهزاءهم بخلقته ووالله ما أردت إلا شعراً حسناً وأن يذهب الله عني هذا الذي بغض الناس في سبحان الله سبحان الله لقد برئت من مرضي ولقد أدلني الله بمظهر جميل اللهم لك الحمد والشكر على فضلك اللهم لك الحمد حمداً كثيراً هذا أولاً فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فالخير كل الخير فيها فأسأل الله أن يهابني منها الرزق الوفير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها الحمد لله على عطاياه الحمد لله على عطاياه السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ ومن دلك على طريقي؟ أنا رسول من ربك سبحان الله سبحان الله لقد أراد الرحمن بك الرحمة فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله ما رجوت منه إلا العفو والعافية وإن أراد الله أن يعيد لي بصري فإنه فضل منه عسى أن يعينني بصري على طاعته لك ما طلبت يا عبد الله آه الحمد لله لقد رض الله لي بصري هذا كان أولاً أما ثانياً فأي المال أحب إليك يا عبد الله؟ والله إن أحب المال إلي هو الغنم لك ما شئت هذه شاة عشراء بارك الله لك فيها اللهم لك الحمد والشكر على نعمك اللهم منك الفضل كل الفضل يا رب العالمين اللهم أعني على شكر نعمتك اللهم أعني على شكر نعمتك لك وبعد أن تركهم الملك أصبح لكل واحد منهم مال كثير وخير وفير فمنهم من راعى حق الله فيه ومنهم من جحد وتكبر فراح الناس من بني إسرائيل ينظرون إلى تلك النعم التي أنزلها الله عليهم ويرجون مثل هذا الخير دون أن يدركوا أو يتدبروا أهذا عطاء من الله أم ابتلاء منه وظلوا كذلك حتى أتت ساعة الاختبار للأقرع والأبرص والأعمى السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري ألك الأجر والثواب عند الله بعيراً أجن انت رجل هيا، هيا فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك كأني أعرفك ألم تكن أبرصاً يتأفف منك الناس فقيراً فأعطاك الله كذبت أيها الصلوك إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذباً في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه اذهب يا رجل، اذهب السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشكل الحسن وزاد مالك بعيراً أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله بعيراً أتراني أوزع أموالي على الناس؟ فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك اذهب، اذهب يا رجل كأني أعرفك ألم تكن أقرعاً يتأفف منك الناس فقيراً فأعطاك الله أهكذا يكون شكران النعمة كذبت، إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذباً في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه أخرج أيها الرجل من بيتي، أخرج وإياك أن تأتي إلى عتبتي ثانية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي استرح من أنت؟ رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد إليك بصرك وزاد مالك أسألك بعيراً أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله قد كنت أعمى فرد الله لي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فالمال كله مال الله والفضل كله فضل الله بارك الله لك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وصخط على صاحبيك لا حول ولا قوة إلا بالله لقد ضاع مالي وعدت إلى ما كنت عليه يا أهل مصيبتي يا أهل مصيبتي اللهم لك الحمد والشكر على فضلك العظيم اللهم أدم علي نعمتك واحفظها من الزوال إنك أنت المتفضل على عبادك وأنت اللطيف الخبير وهكذا كانت نهاية قصة الثلاثة رجال من بني إسرائيل وقد بيّنت أن بني آدم يتفاوتون في شقر نعمة الله ونفع العباد فإن الأبرس والأقرع وقد أعطاهم الله المال الكثير ولكنهما جحدا نعمة الله وقالا إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر وهم يعلمون بأنهم يكذبون على الله وعلى نفسيهما فلقد كانا فقراء أعطاهم الله المال لكنهما رفضا أن يؤدي زكاتهم حمدا على نعمة الله عليهما وقالا هذا من آبائنا وأجدادنا أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ولذلك وفقه الله وهداه لما فيه الخير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم